كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اشتركوا في القناة كان إنسانا عجيبا غريبا حفظ القرآن وكان عمره في الثانية عشر من العمر ولكنه كبير بكلام الله جل في علاه وبعلمه بالله كذلك أحسبه والله حسيبه ولا أزكيه على الله إني أحدثكم عنه وأشترط على نفسي أن لا أحدثكم إلا بما رأيت بعيني وعاشرت بنفسي والشرط الثاني أشترط على نفسي أن لا أبالغ في شيء عنه حفظ صحيح مسلم عندي في أسبوعين حفظ صحيح البخاري عند صاحبي الثالث كنا ثلاثة أنا وهو وثالثنا حفظ عند صاحبي صحيح البخاري في أسبوعين وتدرون أنا لا أعلم أنه حفظ البخاري وصاحبي لا يعلم أنه حفظ مسلم كان يحب الإخلاص كان دائما يحب السري الصقطي رحمه الله تعرفون لماذا السري الصقطي بالذات لأن السري الصقطي رحمه الله كان يهتم بجانب الإخلاص كثيرا كان من المتبيزين في دراسته بل من الممتازين وكان لا ينام إلا من بعد المدرسة إلى الظهر وبعد العصر في الحلقة وبعد المغرب في دروس المشايخ وبعد العشاء إلى الساعة الحادية عشر يذاكر دروسه ومن الحادية عشر كل يوم يقوم الليل إلى الفجر لا أحدثكم بمبالغة إنه من بنينا من بني بلادنا كان إذا قرأ القرآن يبكي كنت أقرأ عن السلف أن بعضهم كانوا إذا قرأوا القرآن يخرون ويغمى عليهم وأعلم خلاف العلماء في ذلك ولكن لم أر ذلك بعيني إلا من هذا الشاب نصلي يوم الجمعة فيقرأ الإمام ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء فيسقط على رأسه سقطة ظلن أنه قد مات يصلي ذات ليلة عندي في البيت فلما مثلت عليه مشهدا تبثيليا أني قد نمت لأرى ماذا يصنع فأتاني وأنا نائم ثم وضع يده أمام عيني هكذا وأظن هذا يعرفه وأظنه يعرفه فهو كان طاحب لنا كلنا ولكنه لا يدري عن شيء عنه ولكن يقوم من الساعة الحادية عشر أنام وأتيقظ وأنام وأتيقظ وأنام وأتيقظ وما زال في ركع لم يركع ثم يركع ولا يرفع وفي ليلة أخرى يقرأ القرآن خيبا فلما وصل إلى قول الله جل وعلا أمامي كلا إنها لضاء نزاعة للشواء بكى ثم خر مغشيا عليه أيقظته ثم قام وتوضأ ثم قام يصلي فلما ضلق كلا إنها لضاء نزاعة للشواء بكى وأغمي عليه فأيقظته فلما جاء الثالث قرأها فأغمي عليه فما أفاق إلا بعد أدان الخجر وما أوتر تلك الليلة يبكي كان يختم القرآن في كل ثلاث ليالي غيبا في قيام الليلة وفي كل سبعة أيام نظرا في النهار أنا أقول لا أبالغ هذا أمامي ووالله أنه كان يذكر الله في اليوم الواحد أكثر من إثني عشر ألف مرة عددتهم بنفسي وأنا جالس معه معه إثني عشر ألف مرة فأسأله لماذا ثم فيقول لي لا يسبقني أبو هريرة لا يسبقني أبو هريرة خيرة خيرة في العبادة وهذا ابن سبعة عشر سنة حينها لما وصل إلى هذه الدرجة كنت أظن أنه هكذا لا أعرف ماذا أقول عنه كل ما مرض به متن من أجل أن يحفظه أقول له أتحداك تحفظه يقول لا تتحدى أنا أحمسه أقول أتحداك اليوم الثاني يأتيني يسمع المتن كإسمه إذا أخطأ ثلاث أخطاء لا يعتبر أنه حافظ ثلاث أخطاء هذا من التائبين ويا ليتكم تعرفون ما ذنبه فأقول لكم ما ذنبه لقد كان إذا أيثنا من الشاب ذهبنا ندعو إنسان فأيثنا منه ما عرفنا أنا أتكلم عن نفسي الله أعلم بغيري وكان مجاب الدعوة أمان سبعة عشر نفر يشهدون بذلك في أكثر من موقف كنا إذا أيثنا من شاب نقول له اذهب ودعه والله يومين إذ بالشاب مستقيم يمشي معه يومين بس اليوم الأول اليوم الثاني إذ بالشاب هذا في الصف الأول سواء كان مدخل مخدرات يفعل كذا أو كذا على طول يستقيم بإذن الله إنها البركة البركة في يوم من الأيام كان يقتدي بشيخ لنا في المنطقة الجنوبية أنتم تعرفونه ويطير الصلاة يطير فكان يطير يقتدي بالسنة فكان يسلي بالناس كصلاته فجاء شاير فضربه بالعصى وهو راكع في ظهر أمامي ثم بعد الصلاة نظر إليه ثم قال ليش ضربتني لماذا تضربني قال له أنت موسوس أنت ضيل بنا فقال له أنت مصطح أنت فيك صحة قال ايش عرفك أني فيها صحة لهذه الصفة فقال الشاب رفع يده لله أول ما رفع يده سقط قلبه قال اللهم احرمه العافية حتى يعلم قدرها فيحطن الصلاة بين يديك كانت صلاة العصر اقسموا بالله ما صلى معنى هذا ذلك الرجل المغرب ما صلى معنى المغرب في بيته على الفراش ثم ذهب وبعد أسابيع رأيته قلت اتق الله فلام في بيته على الفراش قال أسألك بالله والله يا أخي ما أقصد قلت ادعو له أن يشفيه قال أسأل الله أن يشفيه والله أن الرجل صلى معنى الصلاة الثانية في الحرم كان يلبس نظارات ثقيلة أنا أقول لكم هذا تائب من عصرنا أعرفه صديقي أكبره في سبنا ويكبرني أحتبه عند الله والله حسيبه ولا أذكيه على الله كانوا في الحرم وكان يلبس نظارات فأزعجته أزعجته يقول ما يصبح أن أذهب إلى فلسطين بالنظارات في يوم من أيام فذهب إلى ماء زمزم أمام الناس كانوا سبعة عشر نفر ثم خلع النظارة ثم أخذ ماء زمزم قال اللهم اجعله لي شفاء لنظاري فشرب ثم قال الله أكبر ورمى النظارة أمام أمام الكل فاختبروه في ساعة لا يراها أحد قال تعرف الساعة نقل الساعة كذا وكذا بالضبط الساعة كذا يقرأ القرآن النظر كشف عليها النظر تريم ستة على ستة إنه الدعاء وإذا سألني إيش وإذا سألني لا أعطي المح ومواقف كثيرة عندي ولكن المجال لا تكفي له تعرفون في يوم من الأيام سألته عن ذنبه متى سألته قرأ في يوم من الأيام قول الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه والله أنه بكى حتى كاد أن يقطع قلبه فحضنته وقفنته على رأسه قل يقول صلى الله عليه وسلم صلو عليه شر الناس من سئل بالله ولم يجب أجألك بالله ذا الذي يجألك فكتها أريد أن أبكي مثلا يا ناة أريد أن أشعر بالسعادة الذي يسعرها قال لي فقد أذنبت ذنبا في حياتي فقلت له وما ذلك الذنب تعرفون ما ذنبه فستضحكون على أنفسكم أضمن لكم ذلك يقول وأنا في الخصف الثاني الابتداء دخلت إلى بطرل فتركت بسكوتا وأكلته وما من جسد يموت من جسد الله وسأقل به ما مات رحمه الله وهو في سن العشرين بطلقة من إنسان أخطأ فيها وهو وهو يحرك سلاحه وهكذا في طلقة تخرج فتدخل في جسد هذا الشاب ويموت يموت الصارح أحسبه كذا يموت وانتهى الأمر ولكن ما ماتت سيرة ترجمة نانسي قنقر